إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته في آخر سورة المسد التي سميت سورة المسد يقول الله سبحانه وتعالى وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ بعضنا ما يعني يتصور المسد ما هو المسد الله سبحانه وتعالى يقول هو حبل من مسد يعني واضح أنه حبل من مادة المسد والمسد هنا هو الحبل الخشن بعض المفسرين يقول هو من ليف خشن وبعضهم يقول هو من خوص الذي يأخذ من جريد النخل فالمسد في اللغة هو الإحكام الفتل يعني حبل من مادة محكمة الفتل إما أن تكون ليف إما أن تكون خوص أو تكون من غير ذلك لكنها شديدة الربط بها في حد ذاته عذاب ولذلك الله سبحانه وتعالى توعد امرأة أبي لهب بأن الله سبحانه وتعالى ستعذب في النار بأن تربط برغبتها بحبل من مادة خشنة سواء قلنا من ليف خشن أو من خوص أو من غير ذلك لكن لا شك أن هذا شيء في الآخر في يوم القيامة فهو شديد فيه إهانة وفيه عذاب لهذه المرأة التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فإذن في جيديا حبل من مسد أي حبل من مادة خشنة غليظة إما من ليف أو خوص أو غيرها إهانة لها وتعذيبا لها وعقابا لها على ما كانت تؤذي به النبي صلى الله عليه وسلم وتضع في طريقه الحطب وتضع في الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإذن في جيديا حبل من مسد أي من مادة محكمة قوية خشنة غليظة فيها إهانة لها سواء قلنا أنها من ليف أو من خوص أو من غيرها فإن هذه الأسماء لا تغير من المعنى شيئا وخاصة أنها في الآخرة نحن نقول عندما يكون المسد هو الليف الخشن هذا الذي نعرفه نحن في الدنيا لكن في اليوم القيامة وفي النار بالذات كيف سيكون هذا الليف كيف سيكون هذه الخشونة هذا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى لكننا نفهم معنى الآية أنه ستؤذى وستعلق من رقبتها بحبل غليظ شديد إهانة لها وتعذيبا لها على ما كانت تصنعه بالنبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر